أهلا بكم مجددا أثار فيلم حياة الماعز للمخرج الهندي بليسي أبي توماس غضبا شديدا في السعودية بعدما جسد الفيلم ما يشبه الجحيمة لحياة عاملين هنديين وصل إلى السعودية فاستولى عليهما وكيل مزور بسهولة ويسر واستعبدهما لعدة سنوات في صحراء لا قوانين فيها ولا رحبة مما يفضح السلطة المطلقة التي يملكها الوكيل في السعودية وأيضا في دول الخليج الغنيات الأخرى نتابع بخطواته على رمال الصحراء يحاول العامل الهندي نجيب النجاة بحياته فيلم حياة الماعز الهندي يروي معاناة العمار الأجانب في السعودية فكيف هو وضعهم في المملكة وما هي نسبتهم من المجتمع كباقي دول الخليج تعتمد السعودية بنسبة كبيرة على العمالة الأجنبية فيتمثل نحو 42% من سكان البلاد بتعداد يصل إلى 13.5 مليون من أصل 32 مليون شخص تمثل العمالة من شبه القارة الهندية أي الهند وباكستان وبانجلاديش الأغلبية من العمالة الأجنبية في السعودية بعدد يقدر بحوالي 6 مليون ونصف مليون شخص الأغلبية الساحقة منهم تشتغل في قطاعات البناء والعمالة المنزلية والعمالة غير الماهرة التي يشملها نظام الكفالة الذي شهد تغييرات وإصلاحات في عام 2021 هذه الإصلاحات سمحت للعمال الأجنب بتغيير الكفير وتغيير مكان العمل والسفر إلا أن النظام ما يزال يشهد انتقادات حقوقية واسعة فالمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان يصف الإصلاحات بأنها غير كافية داعياً إلى تفكيك نظام الكفالة بشكل كامل المركز يعتبر أن الإصلاحات بشكلها الحالي لا تتوافق عملياً مع ما يحدث على أرض الواقع إذن فما حجم الضرر الذي لحق السعودية بسبب هذا الفيلم أو سمعتها على الأقل وما تدعياته السياسية على العلاقات بين الرياض ونيو ديلهي وبين الرياض والدول التي ساهمت في إنتاج هذا الفيلم لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي ومن واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية إذن أبدأ معك دكتور أحمد حياة المعز فيلم كما تابعت لربما يجسد قصة حقيقية لشاب هندي تعرض في تسعينيات القرن الماضي للاسترقاق في المملكة العربية السعودية ما حجم الإحراج الذي سببه هذا الفيلم للقيادة السعودية الحالية بسم الله الرحمن الرحيم حيك أستاذ أحمد وإلى ضيفك وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام أولا ما شاهدناه في هذا الفيلم أكد لك من الواقع الحقيقة والقصة الحقيقية أنه 30% فقط هو صحيح وهو أن هذا الرجل السعودي ذهب إلى المطار وأخذ هذا الرجل ووضعه مع أغنامه وجماله لفترة أربع أو خمس سنوات ثم بعد ذلك انتهى هذا العمل بأنه حدث بينهم شجار الرجل الهندي قتل كفيله السعودي وتم القبض على الهندي بعد ذلك جاء أبناء القتيل وتنازلوا تماما عن دم والدهم هذا النسخة السعودية للفيلم هذا هو الفيلم الحقيقي ولكن هذا لا يهمنا في النقاش المهم الآن المشاهد في ألمانيا أو في ستوكهولم أو في واشنطن لا يهمه هذا الحقيقة القصة لكن صورة درامية التي تجسد جحيما صحراء لا قانون فيها حتى أن البطل الذي هو مسلم بالمناسبة كان يسأل عن وجود الله لماذا تركه في هذا المكان إلى هذا الحد لذلك سألتك كيف ينظر في الرياض إلى هذه الصورة التي طرحها الفيلم عن السعودية وعن قانون العمل في السعودية لا ليس له أي تأثير أؤكد لك أستاذ أحمد لماذا؟ لأن الفيلم هو تحدث عن شخص واحد أنت قلت حتى في مقدمتك شخصين هو تكلم عن شخص واحد طيب لماذا لم يتكلم عن ثلاثة مليون هندي منهم من هو رئيس تنفيذي إلى عامل عادي إذن ثلاثة مليون هندي هل يعتد بحياتهم في المملكة العربية السعودية أم يعتد بحالة فردية؟ أعتقد الحالة الفردية موجودة في ألمانيا موجودة في الهند نفسه وأردنا أن نتحدث عن أفلام وأنا قلت في تغريدة قلت بمكاننا أن نستر مئات الأفلام عن قضايا حصلت في الهند أو حصلت من هنوت داخل المملكة العربية السعودية وكذلك نستطيع أن ننتج مئات الأفلام عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن ألمانيا إذن آخر كريم هو فيلم درامي ربما يستمتع بها المشاهد لكن 70% من أحداث هذا الفيلم لا تمت للحقيقة بصلة ولا تمت الأخلاق السعوديين ولا أخلاق المسلمين بصلة على الإطلاق وبذلك أؤكد لك تماما أنه مثله مثل أي فيلم يحاكد الدرامي الكعربية السعودية دكتور أحمد حتى يكون سؤالي لربما أوضح هناك من يرى بأن الفيلم قضى على كل إنجازات هيئة الترفية أو على معظم إنجازات هيئة الترفية التي ترأسها توركي أل الشيخ ما رأيك؟ هذا غير صحيح أريد أن أكمله وأقول أنه في نفس الأسبوع أيضا كان هناك حديث من صحيفة بيت الكل الأمريكية وقدمت رواية أيضا عن المملكة العربية السعودية بعدها أيضا في يومين كان هناك رواية من البي بي سي عن حديث آخر عن سمو ولي العادي هذه ثلاثة روايات الحقيقة وجاء الفيلم ليكمل هذه الروايتين ثلاثة روايات قدمة الكعربية السعودية هذه حملة نضعها في إطار حملة يراد فيها تشويه صورة المملكة العربية السعودية يراد فيها تشويه صورة القيادة السعودية وأنا قلت لماذا؟ لأن السعودية قالت لا للتطبيع مع إسرائيل وقالت لا للاقى مع نترياهو من أجل إحداث غزة وقالت لا لإتفاق أمريكي بدون أن يكون هناك ثمن لذلك نحن نضع هذا الهجوم الغير المبرر للمحاولة لتشويه صورة المملكة العربية السعودية أعتقد أنها بسياستها وبرؤيتها تصلي أن تقدم نفسها مع الوقت الذي استغرقه إنتاج هذا الفيلم والذي يقدر بعدة سنوات من إعداد السيناريو ومن كتابة قصة الفيلم وبالتالي إنتاجه كما أصبح الآن على شاشات السينما والمواقع الإلكترونية أستاذ دكتور محمد الشرقوي إلى أي مدى عاد الفيلم ووضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى الواجهة؟ وهل تتفق مع الدكتور أحمد الشهري حينما قال بأن الفيلم لم يؤثر على صورة السعودية وأن ما قامت به هيئة الترفيه هو الصورة التي ما زالت مسيطرة ومهيمنة على الرأي العام العالمي أولا هذا الفيلم ليس من روايات الخيال العلمي وإنما يستند إلى واقع ويستعرض معضلات خفية خلف نظام الكفالة واستغلال العمال الأجانب فلا يمكن أن نعتبره يعني مناورة ضد السعودية ولكن ينبغي أن نحتكم ما للعقل أن هذا الفيلم وعدة أمور أخرى تساهم في أن تصحو السعودية من هذه الصدمة وتجيب بنفسها على سؤال قائم منذ عام 2017 عندما أصبح محمد بن سلمان سيدة أو رجل الحل والعقد في السعودية هل دهبت السعودية حقيقة وبنية صادقة نحو التغيير نحو الحداثة بمعنى الانفتاح على مجموعة من الإصلاحات لنصل إلى مستوى معقول من حقوق العمال حقوق الإنسان حق المواطنة أعتقد كل هذا النقاش يصب الآن هل يتساوى الأجانب أو الوافدون أو المقيمون في السعودية وفي بقية الخليج مبدئياً مع حق هذه المواطنة لذلك لا يمكن أن نجد تبريراً ونقول إن هذا لا يؤثر لا هو يهز كل النظام السعودي لأنه يخشى الآن على سمعة هذا النظام وعلى رأس ماله اللامادي ونجد الآن أن مليارات صرفت ذكرت عملية الترفيه والمشاريع المليارية يعني بمعنى ميزانيات المليارات هذا لا ينفع في توشية السعودية بصورة الحداثة لكن الحداثة الحقيقية هي أن ننفتحها على العالم ونكرس مبادئ العدالة ومبادئ القانون بمعنى أخرى لكن هناك دكتور محمد سمحت لي هناك قوانين مستحدثة في عام 2021 مثل المادة عشرون من قانون العمل السعودي تحضر على الكافيل لإحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي لكنها تجيز له ذلك إذا جرى اتفاق بين الكافيل والعامل ألا يعتبر ذلك إصلاحا ذا جدوى في قانون العمل في المملكة العربية السعودية؟ لا خلاف على أنه تم تحرير بعض القيود وتحسن وضع الذين يتم كفالتهم نسبياً لكن السؤال في عام الأربعة والعشرين وعندما تلوح السعودية بأنها دولة الحداتة والمعاصرة وكل هذه القيم بمعنى هناك انفتاح وهناك الخروج من النسق المحافظ التقليدي والمتزمت أرى أن هذا الانفتاح ينبغي أن يكون انفتاحاً متصالحاً مع نفسه وإذا كانت مجموعة 3 ملايين من العمال الأجانب يخدمون السعودية على الأقل من حيث ضمان حقوقهم أن يعاملوا على الأقل بطريقة بمعنى آخر هل فعلاً تمت معالجة كل الجوانب السلبية في نظام الكفالة أم انتقينا بعد ما هو رمزي والبعض الآخر لا زال الآن خلف بيروقراطية عقيمة وبيروقراطية لا تجاري بقية البيروقراطيات في العالم لذلك المسألة هي ترتفط في الأساس هل هناك منظومة قضائية تحمي العدالة تحمي حقوق كل من يوجدون على أرض السعودية وأرض الخليج أم نازلنا بين فئتين المواطن والمقيم والمقيم يبقى خلف غياهب ألا قانون ألا عدال طيب سنعود للتفصيل في الشق القانوني والسياسي لهذا النقاش ولكن سنقف وقفة يعني ليست بالقصيرة مع الناقد السينمائي الدكتور مصطفى طالب الذي ينضم إلينا من الرباط دكتور مصطفى أهلا بك في الحقيقة شاهدت الفيلم أمس لأول مرة يا مرحبا ولم أستطيع حقيقة لم أستطيع النوم لقوة المشاهد الدرامية التي تجسد قساوة الوكيل على نجيب العامل الهندي كيف شاهدت الفيلم بعين الناقد شكرا أولا على الدعوة وسعيد بتوجدي معكم مع الضيوف الحقيقة يعني الفيلم كان فيلم مؤثر جدا وكان فيلم له قيمة فنية سينمائية وأيضا فلسفية إلى صحة عبير بغض نظر على الجانب السياسي أو الحقوقي لن أدخل في هذا التفاصيل ولكن من ناحية الفيلم كإبداع سينمائي له أهميته القصوى أولا الفيلم وليتما إلى سينماة موليود جارية ولكن إلى سينماة موليود والمخرج بليسي ومخرج في فيلمه ككل يطير عدة قضايا إنسانية وقضايا اجتماعية من بين هذا الفيلم حياته المعيز الذي يجب أن نقول أنه شيئا ما تأخر لأنه كان يبحث عن إنتاج الفيلم منذ سنة 2012 وبحث عن عدة منتجين ولم يتمكن من إنتاجه إلى غاية هذا الفيلم قوي صحيح من ناحية الدرامية من ناحية المشاهد ولو إن كان الفيلم طويلا تقريبا تقريبا ثلاث ساعات ولكن كل مشهد يأخذك وكل مشهد له مبرراته فلا يوجد تمطط طبعا يعني لابد لأنه كان موجد نظر نقدية يعني لأنه في البداية يقول أنه لا يسئ إلى أي بلد ولكن كون أنه يعني يضع المشاهد أمام البيئة صحراوية بيئة السعودية أو بيئة الخليج فهذا طبعا يثير عدة نقاشات ويثير ضجة وانا تفهم الأشقاء في السعودية لماذا يعني هذا الضجة خاصة أنه جاء في وقت السعودية تريد أن تنتقل من مجتمع يعني قد أقول تقليدي إلى مجتمع حداتي إلى مجتمع عصري وهو ربما قد لا يخدم وقد يخدم وقد يخدم النقد أحيانا يصحح المصارات قد يخدم أو يصحح المصارات التحول من المجتمع محافظ إلى مجتمع حداتي لكن دكتور مصطفى أنا أقول اسمح لي تفضلت أنا أقول ربما هو فيلم حافز كي يدفع السلوطات السعودية إلى أن تلغي تماما هذا النظام الكفالة وإن كانت بدأت سنة 2021 بتغييره لأن هذا النظام الكفالة دائما وضع عدة مشاكل ولكن ما يهمني هو أن السينما كإبداع استطاعت أن تتير قضايا إنسانية بغض نظر على ليلة البلد أو بغض نظر على البيئة ولكن هذا هو المهم أن السينما أن يتير قضايا يمتير تساؤلات وخاصة يضع يعني الإنسان أمام مصيره عندما يتعلق الأمر بالموت أو عندما يتعلق الأمر بربما أحيانا من الدول طيب دكتور مصطفى قمة التوحش من قبل الوكيل بالنسبة لي كمشاهد عادي جسدها مشهد العقبان وهي تفترس جسدا متخشبا لذلك العام الهندي الشيخ الذي قضى نحبه في الصحراء ولم يكلف أحد نفسه عن البحث عنه ما تأثير هذا المشهد على الصورة النمطية لسلطة الكفيل ليس في السعودية فقط وإنما في دول الخليج الغنية كلها أكيد هذا من بين المشاهد المؤثرة في الفيلم إضافة إلى مشاهد الصحراء لأنه بالنسبة لي الصحراء كان كعنصر درامي هو يعني صراع الإنسان مع الوحدة مع الموت وهذا الصراع الإنسان مع الموت أو بضل الموت يعني مشهد العقاب أو مشهد أكيد أنه إحنا لا ننسى أن هذا اللغة السينمائية هي لغة اسمح لي أقولها ستون ميتافور يعني أنه تعتمد على أسلوب الخياة أو فيلم روائي قبل أن يكون فيلم وتعقي هذا ليس فيلم وتعقي وإلا سنقول هذا هو الواقع وبالتالي لابد أن هناك عناصر درامية وعناصر أكيد وعناصر كذلك اللي هي روائية وأدبية وبالتالي هذا مشهد العقاب هو قمة القصاوة الإنسان تجاه الإنسان وهذا ما صير يعني أنه في تلك المحضة نجيب يرى نفسه أنه أمام الموت ولذلك أراد أن يهرد ولكن هو ليس مثل ذلك الرائعي ما قبله استسلم للموت بل أنه استطاع أن يجد حلاً أو يجد مخرجاً ولكن لا ننسى على الرغم دكتور مصطفى إن سمحت لي على الرغم من مشكل بسيط في التواصل بيني وبينك عبر خدمة سكايب لكن سأسألك سؤالاً آخر هل تسمعني جيداً أسمعك جيداً الآن لكن أحياناً يتقطع الصوت قليلاً السعودية تستثمر في السينما وتملك أسهماً كما قرأت في بعض شركات هوليوود كما أنشأت مهرجان البحر الأحمر لدعم الإنتاج السينمائي ما قدرت السينما عموماً بغد نظر الآن عن السعودية ما قدرت السينما على تحسين صورة أمة أو لربما الحط من شأنها إن صح التعبير فباختصار أشكرك على هذا السؤال إنه مهم أشكرك على هذا السؤال أنا أولاً أشكر يعني من خلال ضيفكم على أن السعودية بالفعل تجاد في هذا الجانب الاستثمار في السينما لأن السينما اليوم يعني نتحدث عن ديبلوماسيا سينمائية وأنا أقول نوجد نظر نقدية فيلم مقابل فيلم إذا كان هذا الفيلم يسيء للسعودية أو للأشيقان في السعودية فلماذا يعني يقومون بفيلم يعني يمحي هذه الصورة خصوصاً أنه بالفعل السينما السعودية تستثمر في السينما أنا قلت أنه بالفعل السينما مهمة جداً خصوصاً بإزالة نمطية على مجموعة من الأمور ثقافية أو اجتماعية خاصة من تعلق بالمجتمع العربي المجتمع العربي لم يعد مجتمعاً بدباوياً كما نرى في بعض الأفلام الأمريكية التي تصغيط الضوء أو التي تعتمد على إكليشيات الإنسان العربي كإرهابي أو أنه كمتخلف نعم ولذلك حتى هذا من المؤخذات ربما التي قد نوجه لهذا المؤخذ طيب شكراً جزيلاً لك الدكتور مصطفى طالب الناقض السينما كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط ونعتدر للمشاهدين على هذا الإشكال البسيط الذي كان بين الحين والآخر في التواصل بيننا وبين الدكتور مصطفى أعود إلى الرياض إليك دكتور أحمد إلى أي مدى لك أن تعلق بطبيعة الحال على ما تفضل به الدكتور مصطفى ولكن إلى أي مدى سيدفع الفيلم السعودية إلى تغيير قوانين العمل خاصة ما تعلق بدور الكفيل استاذ أحمد أولا أنت تحاكم الفيلم وكأنك تعتقد أن ما حدث فيه 100% هو صحيح وهذا غير واقع أنا قلت لك أنه 30% صحيح يا دكتور أحمد لو كان 30% فقط هي صحيحة فهي كتيرة العامل 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 والشيء العامل لم يموت في السعودية حتى تقول أن الغربان تنهش جثته إذن هذا كلام ليس له أساس من الصحة طيب الكلام لسؤالك أنه إلى أي مدى تغيير قوانين العمل أنت لم تطلع على قوانين العمل في أملك عربية السعودية أنت في أملك عربية السعودية 12 مليون عامل من 100 جنسية في العالم هؤلاء المئة مليون هل سمعت أن هؤلاء يتعرضون للاضطهاد أو للاستعباد أو للمضايقة أو لدينا محاكم عمالية لدينا حقوق الإنسان لدينا أيضا السفرات للدول في المملكة العربية السعودية يحضر الحقيقة بكل حقوقهم الطبية والصحية والدينية كل حقوق العمال وإلا لما رأينا هذه الطوابير من مئات الآلاف من الجنسيات تأتي للمملكة العربية السعودية لماذا يأتوني للمملكة العربية السعودية إذا كانوا يعتقدون أن من سبقهم تعرضوا لهذه الجحيم هذه حالة وحدة يا أستاذ أحمد بإمكاننا إن شاء الله في الأيام القادمة سننتج فيلما والكلام لضيفك من أمريكا عن ذلك العسكري أو المواطن الذي سحل في مونسوتا أليس هذا موضوع فيلبيا أستاذ الشرقاوي هل هذا سيشوى صورة الولايات المتحدة الأمريكية كاملة هل سيضرب الديمقراطية الأمريكية في مقتل هل سيقتل أو سيضرب حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا قصص في بريطاريا عن من قتل من السياح ومن قذف من البلكون ومن قذف في الشارع ولدينا في ألمانيا أستاذ أحمد آل الذين أيضا تعرضوا وكذلك في الهند الهند في خضايا أستاذ أحمد إذا كان كل مسلسل ولا كل مسرحية حامل منها بروبغندا لتشويه صورة البلد أو هذا كلام فارغ ليس له أي قيمة الأخطاء موجودة الجرائم موجودة ولم ننكر أن هذا العام تعرض لنوع من الاضطهاد أو نوع لكن هناك صورة إجابية أخرى دكتور أحمد لا أتبنى وجهة نظر الفيلم بأي حال من الأحوال وإنما أخذته موضوعا وأنت تشارك برأيك في هذا الموضوع في هذا النقاش فقط بالنظر إلى الجدل السياسي الذي ولده الفيلم وبالنظر إلى ردود الفعل وإلى الجدل الذي موجودنا الآن في المملكة العربية السعودية إلى الغضب الذي عبرت عنه شخصيات سعودية كثيرة لذلك كان الموضوع موضوع نقاشنا اليوم لا أتبنى وجهة نظر الفيلم وليست هذه وظيفتي دعني أسأل دكتور محمد الشرقاوي ينتهي الفيلم وحتى ترد على ما تفضل به الدكتور أحمد أيضا بإشارة مكتوبة إلى أن معاناة نجيب هي مثال على معاناة عشرات ألاف العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الغنية وليس السعودية فقط هل هذه الصورة حقيقية خاصة لما نعلم أن أصوات كثيرة بدأت بعد عرض الفيلم تتحدث عن تجارب مشابهة هناك من تم استرقاقهن من النساء في مجال الضعارة مثلا في دول خليجية قصص كثيرة لكن لا يمكن التحقق من صدقيتها تبقى مجرد دعاءات هل الصورة هي هذه التي صورها الفيلم عن وضع العمل الأجنبية في الخليج دكتور محمد أولا أستاذ أحمد أنت إنسان ولك كامل الحق أن تتفاعل إنسانيا مع مأساة إنسانية وقعت وأوجدت أشخاص على حفة الموت فأرجو أن لا تتهم إلا بإقرار أنك إنسان في المحاصلة النهائية ثانيا إذا كنت سعوديا سواء مسؤولا أو مواطنا عاديا كنت سأتخلى عن انفعاليتي وعن حماسة الدفاعية وعن قوميتي وأعتبر هذا الفيلم وأعتبر أمور أخرى في الإعلام بمثابة ضارة نافعة يعني ربما ضارة نافعة لذلك أربط هذه الفكرة بما قلته في البداية إذا كانت القيادة السعودية في هذه المرحلة تريد بناء مجتمع حداتي وبناء مجتمع يحترمه الشرق والغرب والشمال والجنوب فدعونا نركز على بعض ما يمكن إصلاحه ونتدارك المواقف ونتدارك بعض القوانين وبعض المنظومات التي عفى عنها الزمن ونبدأ بتشريع نظام أنت لست من يعطينا دروس في التشريع أو أن شيء أنت لست أنت ذلك الشخص الذي يعطينا دروس في التشريع دكتور أحمد سأعطيك المجال للرد أعيدك بالحيوار أعيدك بالذلك سأعطيك المجال لكي تعلق هذا منح هذا منح انفعالي تعودنا عليه منكم فأرجو أن تهدأ أعصابك لأنك تتحدث بأسلوب أسلوب من يدرسنا بالتشريع أنا أرى ما أرى ودول الباب يلتقطون ما يلتقطون ولك أن تتشنج كما تريد وانتهى الكلام ودعني أكمل فكرة لو تفضلت بإجاز دكتور محمد حطاوت المجال الدكتور أحمد للتعليق بإجاز لم يبقى من الوقت كثيرا أقول هناك إصلاحات بدأت في العهد الجديد في السعودية تبشر بإمكانية تغيير السعودية إلى مصاف دول متقدمة ولها إمكانية مادية لكن من الناحية الثقافية ومن خلال ممارسات معينة كنظام الكفيل وقضية التفاوت بين المقيمين والوافدين من ناحية والمواطنين من ناحية عزال ينبغي العمل على منظومة إصلاحية متكاملة ولا نبقى فقط نعتد ببعض الرموز أو نعود إلى هذه الأنفة المنفوخة كلما جاء هناك نقض ونقض هناك نوعان للأسف دكتور محمد بقيت لي دقيقة ونصف فقط اسمح لي فقط من باب العدالة في توزيع الوقت دكتور أحمد لك أن تعلق ولكن سؤالي لك هل ستترتب تداعيات ما على العلاقات بين الرياض والدول التي تم فيها تصوير الفيلم وهي غير واضحة حتى الآن هناك كلام كثير يقال أين صور الفيلم وعلى الدول التي ممثلوها أو سمحت لممثلها بالمشاركة في هذا الفيلم من السلطنة عمان تفضل في دقيقة أولا أخي لا أعتقد أنه سيكون هناك ردة فعل وحتى على المستوى الرسمي ليس هناك ردة فعل ردة الفعل هي ردة فعل الشعبية وهذا أمر طبيعي لماذا؟ للمغالطات وأنا أقول للزميل الشرقاوي هي للمغالطات الموجودة ولذلك عندما أقول أن كل بلد من الملدان يوجد فيه الأخطاء ولا يوجد تضخيمها نحن في المملكة العربية السعودية كدولة مستقلة لا ننتظر من أحد أن يملي علينا ماذا سنشرع نحن دولة لنا تشريعاتنا لأنظمتنا لنا أيضا سياستنا التي نعتمد عليها لدينا علاقاتنا مع الدول ومع الشعوب وبالتالي عملية استغلال مثل هذا الأمر هو يأتي في إطار محاولة تشويه صورة المملكة العربية السعودية فقط شكرا جزيلا لك وصلنا إلى ختام هذا الجزء من المسائية شكرا الدكتور أحمد الشهري كنت معنا من الرياد وشكرا جزيلا الشكر أيضا لك دكتور محمد الشرقاوي كنت معنا من واشنطن مشاهدين الكرام نهاية المسائية إلى اللقاء